ترجمة نانسي قنقر برعاية سمو ولي عهد دبي بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي كما حصدت جامعة البحرين جوائز أخرى ضمن المسابقة هي جائزة الجمهور، جائزة النقل المستدام، جائزة الاتصال، جائزة معايير الراحة، جائزة الحلول المبتكرة وجائزة دمج الألواح الشمسية بالمنازل وجائزة إدارة الطاقة وأشهدت الدكتورة جواهر لمضحكي رئيسة جامعة البحرين بالجهود المتواصلة من الهيئة الأكاديمية للطلبة ودعمهم وتشجيعهم لمنافسة أقرانهم في الجامعات العالمية وحثهم على تنمية مهاراتهم الشخصية والعلمية والإبداعية وأنشأ فريق جامعة البحرين المشارك في المسابقة منزلا ذكيا يعمل بالطاقة الشمسية في مدة لا تتجاوز أسبوعين وذلك بعد أن خاض منافسة قوية في المسابقة خصوصا أنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة البحرين في مثل هذه المسابقة الجدير بالذكر أن فريق جامعة البحرين تكون من 38 طالبا وطالبة من كليات العلوم والهندسة وتقنية المعلومات والأداب ترجمة نانسي قنقر